بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما الذي أستطيع أن أفعله كي أنقذ هذا الطفل من الموت؟ هل أدلكم على من تستطيع إرداعه؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا من بني إسرائيل وكنت أنظف المكان هناك منذ البارحة ورأيتكم وأنتم في حيرة من أمركم فأردت المساعدة فأنا أعرف مردعة جيدة وهل ستختلف المردعة التي ستأتي بها عن باقي المردعات؟ أعتقد ذلك أنا لا أعتقد ذلك فلنحاول ربما أصبنا هذه المرة هل وفقتي يا مولاتي؟ نعم، اذهبي وأتني بها لا أعرف بماذا أشعر بالضبط في هذه اللحظة فأنا سعيدة للقاء ابني وخائفة من أن يرفض الرضاع مني كيف لا يرضع منك وأنت أمه؟ ثم إنه رضع منك لمدة ثلاثة أشهر مضت فهو يعرفك معي مردعة إشتراك בכفتي شكرا شكرا للمشعة شكرا شكرا مولاتي ها هي السيدة التي حدثتك عنها ومن هي؟ إنها إنها أمي أي أنها من بني إسرائيل أيضا نعم نعم إذن حاولي إرضاعه ماذا بك أيتها السيدة؟ ولما هذه الدموع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا عاد الطفل موسى إلى حضن أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أتعلمين أن موسى رفض مرضاعات كثيرات؟ موسى؟ من موسى؟ هذا الطفل أنا أسميته موسى لأنني وجدته بين الماء والشجر موسي هل هو اسم جميل؟ نعم نعم يا مولاتي اسم جميل يليق بهذا الطفل الجميل منذ هذه اللحظة أصبحت أنت مرضعة حتى الفطان سمعا وطاعة يا مولاتي ومن الآن ستمكثين مع موسى في هذا القصر لتردعيه وترعيه كيف ذلك يا مولاتي؟ لا أستطيع أن أمكث في القصر إن لي زوجا وأولادا صغارا ولا يوجد أحد يعتني بهم غيري وماذا عن موسى؟ من التي ستردعه إذا جاع؟ هل أستطيع يا مولاتي أن أخذه معي إلى بيتي وأعتني به؟ وهل أستطيع أن أتحمل فراقه عني؟ سآتي به كل يوم إلى القصر كي ترى وأعيدك أعيدك أني سأعمله كأولادي وأكثر لا مانع ولكن أعتني به جيدا فهو كابني تماما الحمد لله أشكرك يا ربي أنا لا أصدق عيني لقد عاد طفل الحبيب إلى أحدني مرة أخرى يا طفلي طفل الحبيب عاد إلي وسوف يتكفل فرعون به وبرعايته هل تصدق هذا يا عمران؟ هل تصدق هذا؟ طفلي عاد إلى أحدني طفلي عاد إلى أحدني نعم أصدق إن وعظ الله حق لقد أسموه موسى أسيا بنفسها من أطلقت عليه هذا الاسم لقد ذابت حبا فيه أمه سوف أذهب بقطعة القماش هذه لأصنع ليه ثوبا جديدا لقد أغضقت علينا آسيا بنقود وهدايا كثيرة جدا من أجل موسى ورعايته لقد جاء موسى وجاء معه الخير ليس خيرا لنا فقط الخير سيكون لبني إسرائيل جميعا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا موسى حبيبي هل يرضع جيدا؟ لا أتركه يجوع لقد زاد وزنه فعلا قليلا وماذا تفعلين عندما يبكي؟ أضمه إلى صدري فيسكت خذوه ولكن لا تدعوه يبكي مولاتي إنني إنني ماذا تريدين؟ تحدثي لا تخجلي إن زوجي مريض اليوم وقد أخذه ليعمل في بناء المعبد رغم مرضه وأستحلفك بحبك لموسى أن تحدثيهم ليتركوه حتى يشفى إن هؤلاء الجنود لا رحمة في قلوبهم اطمئني سوف أطلب من فرعون أن يعطيه يومين راحة أشكرك على عطفك يا سيدتي يا لعذاب بني إسرائيل من يصدق أن تفلنا موسى أبعد عن ظهرك سياطة جنود فرعون لمدة يومين ولكن بعد أن يمضي اليومان سأعود للصياة مرة أخرى هون عليك لقد أصبح لموسى خاطر في بلاط القصر ولن ترضى آسيا العذاب لزوج مرضعة موسى بعد ذلك أبدا إن فرعون لا يعرف الخواطر إننا عبيد وسنظل عبيدا حتى نموت إن موسى يبكي أظن أنه جائع انظر إلى طفلي الحبيب موسى كيف كبر إن يو كابد تعتني به جيدا لو لاكي ما كان لهذا الطفل أن يظل على قيد الحياة لا أعرف كيف سمعت كلامك وعفوت عنه يا فرعون مصر إنه مجرد طفل ألا تعلمين بماذا فسر الكاهن الحلم الكهان يخطئون أحيانا وكثيرا ما يصيبون وهل أرضى أن يصيبك مكروه يا زوجي الحبيب إن هذا الطفل سيتربى معنا وسيقبر ويحمل الجميل لك ولي انظر انظر إلى وجهه انظر إلى ابتسامته الجميلة انه يشبه كثيرا عبيد بني إسرائيل عندما تكبر سأطلب منك أن تطلب من فرعون أن أعمل وصيفة لدى السيدة آسيا إنني لا أريد أن أحمل الأحجار لبناء المعابد كيف حال موسى؟ كيف حال موسى؟ بخير يا أمي هل جاء والدك؟ سيصبح أقوى رجل في مصر لأنه مكلف برسالة ويجب أن يكون قوي كي يحملها وما هذه الرسالة يا أمي؟ لا تتعجل يا مريم ستعرفين كل شيء في حينه هيا أيقذي هارون كي يأكل معنا وهكذا أصبح لموسى شأن منذ صغره وأصبحت آسيا تنفذ أي طلب يطلب منها من يوكابد بعد أن تستحلفها بموسى الحبيب لا تتوقف أيها العبد عن العمل أترك ويسترح قليلا إنه زوج مرضعة موسى بن فرعون شكرا لك ما رأيك في العقد؟ جميل جدا لقد أخذت في صنعه ساعات كثيرة إنه لموسى كان من الممكن أن نشتري له واحدا جاهزا حتى لا تتعبي في صنعه إنني أريد أن أتعب في صنعه كي يحافظ موسى عليه هيا أعطني رقبته كي ألبسه إياه أنظري كم هو جميل في رقبته إنه حقا جميل يا سيدتي ولكن ابني أجمل ابنك؟ أقصد أقصد ابنك يا مولاتي يكابد هل موسى ابنك حقا؟ كيف كيف يكون ابني وأنت من استدعيتني لكي أرضعه؟ أنا لم أستدعك إن ابنتك مريم هي من عرضت علي الأمر أتعلمين أن هذا الأمر أخذ من وقتي الكثير وأنا أفكر فيه؟ لقد رفض كل المراضع إلا أنت يكابد هل موسى ابنك حقا؟ كيف يكون ابني وألقيه في اليم؟ هل تستطيع أم أن تفعل هذا برديعية؟ أنا لا أتخيل أن تفعل أم هذا ولكن من الممكن أن تفعله كيف يا مولاتي؟ هل موسى من بني إسرائيل؟ أجبين لا أعرف يا مولاتي هل تعلمين أن فرعون فكر كثيرا أن يقتل موسى لأنه قد شك فيه؟ يقول إنه الطفل الذي سيزيل عرشه من مصر وهل ستتركينه يقتل موسى بسبب كلام كاهن؟ لا يا مولاتي لا لا يا مولاتي أرجوكي وعندما سألتني هل أنا أمه أم لا؟ ارتبكت ولم أعرف بماذا أجيب هل رأت منك أي شيء انتجاه موسى؟ رأت مني المعتاد الاعتناء به والخوف عليه إن نظراتك لموسى ليست نظرات مرضعة وماذا عساي أن أفعل؟ كلما نظرت لوجه موسى أذوب حبا فيه تماسكي تماسكي بالله عليك كيف؟ كيف أتماسك؟ لقد أخبرتني آسيا أن فرعون يريد أن يقتله لأنه يشك أنه الطفل المنتظر لا تغافي لن يقتله إن الله بالغ أمره لقد فكرت أن أهرب به كي أحميه من بطش فرعون وجهانته نحرب؟ وإلى أين سنحرب؟ لا أعرف لا أعرف تمالكي نفسك يا يكابد وإياك أن تشعر السيدة آسيا أنك أم موسى سأتمالك نفسي ولكن أتدري أن قلبي يرتاح كثيرا لهذه المرأة عندما أنظر في وجهها أرى في عينيها الإيمان والتوحيد موسيقى 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 هل هذا موسى بن فرعون؟ نعم هو أريد أن أرى إن العبيد يقولون إن آسيا زوجة فرعون تذوب فيه حباً نعم هيا أريني إياه إنه فعلاً جميل ويأسر القلوب هل لي أن أحمله قليلاً؟ بكل سرور هل وجدته حقاً على ساحل النهر في صندوق؟ نعم ورفض كل المراضع إلا أنت؟ نعم هل أقول لك سراً؟ سراً؟ نعم سر إن حديثاً يدور بين بني إسرائيل عن هذا الطفل وما هو هذا الحديث؟ إنهم يقولون إن هذا الطفل هو من سيزول على يديه ملك فرعون وإنه من بني إسرائيل وليس مصرياً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا كبر موسى وتعدى سن الفطام ووجب على أم موسى أن تعطيه لآسيا بعد أن أنهت مهمتها لقد جاوز موسى سن الرضاعي عمران وماذا يعني هذا؟ يعني أننا يجب أن نرجعه إلى القصر مرة أخرى إن فراق موسى صعب ولكن يجب أن يعود إلى القصر مرة أخرى وكيف لي أن أفعل هذا؟ كيف أستطيع العيش دون أن أراه ثانية؟ تشجعي تشجعي يا يوكابد واصبره فإن الله مع الصابرين لقد جاءني جندي في الصباح وأمرني بأن أرجع موسى إلى القصر قبل غروب الشمس إذن هيا نفذي الأمر حتى لا يحدث لنا مكروه إن آسيا كانت تعد الأيام والليالي على سن الفطام موسى وتشتاق إليه مثل ما نشتاق نحن إليه لا لا أستطيع أن أفعل هذا شئت أم أبيت ستتم رسالة الله هيا الهضي وأنا سأذهب معك لأوصلك إلى باب القصر هيا هيا يا يوكابد سنينوكو أكبر موسيقى قولة قبل هيا 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 دخلي بموسى وأعطيه لآسيا إنني إنني بالله عليك بالله عليك تشبفي بالصدر هيا هيا يوكابت انتظري دعيني أقبل آخر قبل موسى 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 لقد أحضرت موسى آه موسى الحبيب أخيرا عدت إلى أحضاني مرة أخرى لقد جاوز موسى سن الفطام ومن الآن سيأكل أي شيء يقدم له لقد كنت أعض الشهور على فطامه كنت أشتاق له كثيرا ها هو قد أصبح في أحضانك مرة أخرى يا مولاتي شكرا لك يا يوكابت لقد سهرت الليالي وتعبت في الاعتناء بموسى وها هو قد أصبح طفلا قويا بفضلك أنت شكرا يا يوكابت لا شكر على واجب يا مولاتي إن موسى طوال فترة الرضاع كان طفلا هادئا وطيب الطباع لا تظني بأنني سوف أتخلى عنك بعد أن فطم موسى سوف أظل أرعاك وأقدم لك العون دائما شكرا لك يا مولاتي ولن أحرمك من موسى كيف يا مولاتي؟ في أي وقت شئتي أن تريه تعالي ولا تترددي هل هذا صحيح يا مولاتي؟ نعم صحيح إنني أعرف أن من يرى موسى يتعلق به ولا يستطيع نسيانه هذا صحيح يا مولاتي وإن أردت أن تأخذيه إلى منزلك فتعالي وخذيه شكرا لك يا مولاتي شكرا لك لقد كان قلبي يحترق لفراق موسى هيا يا بنات تقدم لقد جاءكم موسى وسيظل معنا إلى الأبد يا لطفلي العزيز يا لطفلي العزيز لقد كبرت واشتد عودك وجاءك سن الفطام من اليوم ستأكل كل شيء كي يشتد عودك وترمح في بلاط القصر كيفما تشاء ويرى جميع الناس طفلي العزيز الذي طالما غرقت في حبه أدخل مولاتي لقد جاء مولاي الفرعون وينتظرك في غرفة الملك سآتي حالا له هيا كي ترى الفرعون ويراك ويسعد بك كما سعدت أنا موسيقى موسيقى لقد طلبت مجيئك بمفردك وهنا وقع قلب آسيا في أقدامها وتوترت وألجم الموقف لسانها وعلمت أن فرعون ماض في قراره لا محالة قد طلبت مجيئك بمفردك ولكنني جئت بموسى كي تراه انظر إليه كيف كبره واشتد عوده لقد فتم اليوم وجاءت به المرضعة إذن فهو من الآن لن يغادر القصر بلى انظر كم هو سعيد إنه لم يسكت عن الضحك منذ الصباح احمله وداعبه قليلا إنه جميل جميل جدا ليس الآن لأجل خاطري خذه وداعب إنه طفل جميل إنه بشوش الوجه لقد سكت عندما وضعته على ساقه داعبه وسيضحك إنه لم يعرفك بعد لقد قطب جبينه إنه ينظر لي نظرة غضب أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ينزعها من ذقني أيها الشقي إنه ليس بطفل لقد جاذب لحياتي بقوة رجل هذا هو عدوي إنه الطفل الذي أشار إليه الحلم أيها الخدم أحضر الزباحين كي يقتلوا هذا الطفل حالاً ترى كيف حالك الآن يا موسى هل أطعموك ومن الذي يطعمك هل جننتي يا امرأة إنه في القصر سيأكل أشهى وأطيب الطعام ألن نرى موسى مرة أخرى يا أمي سنراه لقد قالت آسيا لوالدتك إنها يمكنها أن تأتي لطراه في أي وقت تشاء إنني أخاف عليه من بطش فرعون وجبروتي إن الله يحرصه منذ أول يوم ولد فيه لا تخافي عليه لا تخافي ما دام الله معه فليحرصه الله من فرعون وشرونه أعف عنه يا مولاي إنه مجرد طفل طفل؟ لا يستطيع طفل أن يجذب لحياتي بهذه القوة لقد كاد أن يقلعها من جذورها أرجوك لا تقتله إنني متعلقة به جدا إنه عدوي أتفهمين هذا أم لا؟ ادرك ذراعي لا أستطيع التحمل يجب أن يقتل هذا الطفل كي أستريح إنه يهدد عرشي عرش زوجك لا يستطيع مخلوق على الأرض أن يهز عرش فرعون إنه أقوى ملك على الأرض القوة لا تدوم وإن كان موسى بهذه القوة وهو طفل فماذا بعد أن يكبر ويصير شابا؟ ماذا أفعل لتقتنع؟ ماذا أفعل أنا كي أقنعك؟ نقلبك متعلق بهذا الطفل تعلقا غريبا؟ لماذا كل هذا التعلق؟ أتوسل إليك أن ترحمه انظر إليه كم هو وديع وهو نائم لن أرجع عن قراري هذه المرة لقد أرسلت في إحضار الذبحين وإنهم على وصول لماذا فعلت هذا يا موسى؟ لماذا؟ موسى؟ موسى؟ موسى الطفل هو من فعل هذا؟ نعم كيف؟ إنني لا أصدق لقد مزق الجلد الذي أسفل الذاق لقد جذبها بقوة شديدة كيف لطفل أن يفعل هذا؟ كيف أتته كل هذه القوة؟ إنني أظن أنه الطفل الذي أشار إليه الحلم نعم يا مولاي طفل كهذا لا يجوز أن تنتظر عليه أكثر من ذلك لقد أمرت أن تقطع رقبته وأرسلت في طلب الذبحين خيرا فعلت يا مولاي أدخل لقد جاء الذبحون أدخل إن مولاي الفرعون يطلبك ويطلب موسى معك يا مولاتي ألا تعرفين لما؟ لا أعرف يا مولاتي اذهبي وقولي له إني سأحضر حالا هل سيقطع رقبتك فرعون؟ أم سيكتب لك عمرا جديدا مثل ما كتب لك عند النهر؟ اقتلوا هذا الطفل حالا انتظر إنه مجرد طفل فرعون حبيبي أنا عندي حل سيؤكد أن موسى ليس هو الطفل المقصود هذا الطفل ليس له حل إلا قطع رقبته إنه لا يعي ما يفعل انظر سنأتي بصحنان سحن به يقوت وسحن به جمرات من النيران ونقدمها إليه وإذا التقط الياقوت فهو يعرف ما يفعل وإذا التقط الجمر فهو لا يعقل ما يفعل إذن أحضروا الياقوت والنيران هيا قربوا منه الصحنين هيا يا صغيري التقط ما يحل لك سيلتقط الياقوت لا محالة أرأيت لقد وضع الجمرة في فمه إنه طفل لا يدري ما يفعل إلي بالمياه كي نرطب فمه إنه يتألم من اللهب إلي بالمياه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا بعد أن تبين لفرعون أن موسى مجرد طفل لم يعد يعيره انتباها ونجاه الله من بطش فرعون للمرة الثانية انظري ها هو موسى هيا نتحدث معه قليلا إنه ألثغ في الراء وأحب أن أسمعها من فمه وهو يقولها بطريقة تجعلني أحبه أكثر يقولون إن سبب هذه اللفغة هي الجمرة التي التقطها في فمه عندما وضع أمامه الياقوت والجمر لقد سمعت هذا الحديث فانفتر قلبي عندما سمعت أنه وضعها في فمه سأنادي عليه كي يقترب منه موسى موسى تعال هنا سأجعله يقول فرعون وراقب الراء في اسم فرعون كيف يقولها إنه رائع في كل شيء هيا يا موسى قل فرعون ها؟ فرعون قل يا موسى من اليوم ستكون لك حجرة بمفردك لقد كبرت وتعديت الأربع سنوات ويجب أن يكون لك حجرة بمفردك مولاتي جهز الغرفة التي بجانب غرفتي لموسى فمن اليوم سيكون له حجرة بمفرده سمعا وطاعة يا مولاتي ترجمة نانسي قنقر ماذا تصنعين يا أمه؟ أصنع ثوبا لموسى موسى هل سترينه اليوم؟ نعم سأذهب إليه بعد أن أنتهي من صنع الثوب له فلتأخذيني معك إنني أريد أن أرى أخي موسى إنني أفتقده كثيرا يا أمي انتظري حتى يأتي إلينا إنني أخاف أن تقعي بكلمة أمام آسيا فتعرف الحقيقة حبيبي فرعون هل ما أخبرت لي به القابلة صحيح؟ نعم صحيح لقد حملت مرة أخرى وسآتي إليك بفرعون صغير ولكن هل سيعيش حتى يصير فرعون مصر؟ سيعيش هذه المرة لن أتحمل أن أرى ابني يموت أمام عيني مرة أخرى لن أستطيع سأصلي من أجل أن يعيش وماذا عن موسى؟ موسى؟ ماذا به؟ فلنجعله يعيش وسطنا مثل ما كان نعم فلنجعله يعيش وسطنا فإنني متأكد أن الطفل الذي سيولد لن يعيش طويلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله غالب على أمره أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتاب والحساب والفلك والهندسة سمعا وطاعة يا مولاي أريده أن يكون متفوقا في كل شيء ثم بعد أن يتعلم هذا علمه أيضا التشريح سمعا وطاعة يا مولاي أريده أن يكون قويا بعلمه ومعرفته عمران لقد آن الأوان أن تعلم موسى دين الله دين آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم يجب أن يعرف ما هو دين الله الحق يجب أن يعرف دين التوحيد أنه لا إله إلا الله لا شريك له وأن ما يعبد من دونه شرك وكفر به إن الكهنة يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه أنهم لا يعلمونه عقائدهم إن فرعون لا يهتم به ولا يهتم بتعليمه لعقائدهم الدنسة سنعلمه الدين الحق حتى يكبر ويكمل رسالتها لقد حبلت آسيا لقد علمت ولكن لا تقلق سيموت مثل الآخرين هذا ما أخبرتها بها لقد أخبرتك مراراً أن تتزوج مرة ثالثة لكي تنجب الفرعون الذي سيعيش لقد أخبرتك مراراً أن تتزوج مرة ثالثة لكي تنجب الفرعون الذي سيعيش وحيداً والتمت وحيداً أقول لك شيئاً تبنى موسى واجعله الفرعون القادم ومن موسى كي أتبنى إنه طفل غريب وجدته آسيا على ضفاف النهر وأدخلته أنت القصر كي يكبر ويترعرع فيه موسى أمره مقضي فهو لن يكون ابناً لي أبداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا مولاي إن مولاتي آسيا جاءها ألم المخاض أحضر لها القابلة لعله يكون ولداً يا مولاي ولد بنت لن يعيش فكل أبنائي يموتون اذبح الذبائح وقدم القرابين للآلهة وصل من أجل أن يعيش إن الآلهة غاضبة علي مهما فعلت فقد كتب علي ألا أرى طفلاً لي يكبر أمام عيني لأقلده مناصب الحكم إنه ولد ولد أريني إياه هل يا ترى سيعيش أم سيموت مثل إخوته السابقين سيعيش يا مولاتي سيعيش أين موسى فلتبعث به إليه حالاً سأتيك بموسى أطال الله عمرك كما أطال عمر موسى ها هو موسى يا مولاتي اقترب يا موسى كي ترى طفلي الصغير تعالى لا تخف هيا قبل مرت خمسة أيام منذ ولد ولم تأتي إلى حجرتي حتى ترى ابنك إنني مشغول هذه الأيام مشغول عن زوجتك وابنك إنك حتى لم تختر له اسماً بعد أطلقي عليه أنت أي اسم فهو لن يعيش طويلاً لماذا تقول هذا؟ لأنني أعلم هذا جيداً انظر إليه إنه يجبهك تماماً لا أريد أن أراه حتى لا أتعلق به وأحزن عند فراقه لا تكن قاسية القلب انظر إلى طفلك انظر إلى ملامحه إنه جميل فعلاً لا يستحق الموت أيها العبد اعمل ولا تتحدث مع موسى مولايا موسى اذهب من هنا حتى لا يصيبك مقروه اذهب أرجوك إذا حدث لك أي مقروه فسوف أعاقب من فرعون أشد العقاب اذهب أرجوك فرعون فرعون زوجي الحبيب مرحباً بك يا نفرتاري جئت إليك كي أزف إليك خبراً سعيداً خبراً سعيداً إنني حبلة سألد لك بعد تسعة أشهر ماذا؟ حبلة؟ وهكذا حبلت نفرتاري وأنجبت لفرعون المولود الثاني بعد عام من ولادة ابن آسيا ثم حبلت آسيا وأنجبت كذلك وتزاد عدد الأبناء لدى فرعون وأنجب بعض التوائم ومرت الأعوام العام وراء العام ولم يمت أي ابن لفرعون حتى صار عمر موسى عشرة أعوام أرأيت يا أمه لم يمت أي طفل لي لقد عاشوا جميعاً لقد رضيت عنك الآلهة أخيراً إنني سعيد بكل هؤلاء الأبناء لقد قلت لك مراراً إنه لا يوجد عيب في نفر تاري أو آسيا لقد كنت أريد أن أدخل سعادة إلى قلبك بأية طريقة إنني اليوم سعيد جداً سأذبح الذبائح وأقرب القرابين للآلهة موسى حبيبي كيف حالك؟ إنني أعلم أنك حزين لما تراه من قصوة الفرعون على عبيد بني إسرائيل لكن ما باليد حيلة هيا حمل أخيك وداعب إنه يحبك كثيراً عمران استيقظ إن أحداً ما يطرق بابنا ومن الذي سيطرق علينا الباب في هذه الساعة المتأخرة من الليل قم لترى من من موسى موسى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا انهض أيها العبد قم واحمل حجرك واصعد به إلى الهرم أذركني يا موسى أخبرهم أنني رجل عجوز لا أحتمل العمل إنه حجرك ويجب أن تحمله وتصعد به إنها أوامر الفرعون وعندما يسمع موسى اسم فرعون يصمت ولا يستطيع أن يفعل شيئا للعبد إنها أوامر فرعون ولكن مهما قال فرعون فإن موسى سيساعد الرجل العجوز في وضع الحجر في مكانه هنيئا لك بالجنة يا موسى ولعدوك بالنار لا أستطيع أن أفعل شيئا لعبيد بني إسرائيل يا موسى إنهم خونة في نظر فرعون ولهم تاريخ أسود مع الفرعون الأكبر أنت لا تعلم شيئا عن عبيد بني إسرائيل ولكنني سأطلب من فرعون أن يرحمهم قليلا كما طلبت مني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرت الأعوام عام وراء عام وكبر موسى وأصبح على أبواب الشباب وأصبح يسير وسط عبيد بني إسرائيل وقد كان يحب أن يسير وسطهم ولكنه كان يكره ظلم فرعون لهم كان يسير وسط عبيد بني إسرائيل وأرى الوجوه التي كستها الذلة والخنوع أرحمهم ومن سيرحمني منهم إنهم عبيد أولاد عبيد حتى أبد الظهر لقد مد أبي لهم يد العون وانقضوا على هذه اليد إنهم عبيد يا فرعون إن الجنود لا يرحموهم ولكن موسى يرحمهم انظر اليوم ماذا فعل حمل الصخور فوق ظهره مكان بعض العبيد موسى الذي تربى في هذا البلاط وأكل أحسن الأطعمة وشرب ألذ الأشربة ونام فوق الحرير ووساد الريش البارحة شارك بعض العبيد غداءهم موسى الذي ما زلت تربينه في هذا القصر والذي تتمسكين به أكثر فأكثر يتدخل في شؤون دولتي إنه ما زلت تدافعين عنه وستدافعين عنه إلى أبد الظهر موسى موسى من أين تجيت تاني يا موسى إنه طلب بسيط يا مولاي سأرحمه وأرحم عبيد بني إسرائيل لأنني إله وإله بني إسرائيل ترجمة نانسي قنقر يا موسى لقد جعل لنا فرعون ساعة في وسط النهار كي نستريح فيها باركك الله يا موسى فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل وكان موسى عبدا صالحا لم يكن ليسجد للأصنام أبدا وكان يرى أن ما يفعله فرعون وكرنته من السجود لأصنام هو أشد دروب الكفر ظلاما ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه إلى المعبد مثل باقي أولاد فرعون هل تشتري مني هذا الصنم؟ باركتك الآلهة يا موسى إن لي أطفالا جائعين وأريد أن أبيع هذا الصنم وأشتري بثمنه بعض الطعام لهم لماذا فعلت هذا يا موسى؟ لماذا فعلت هذا؟ اكسر ما شئت من الآلهة يا موسى اكسر ما شئت ودبت في قلب موسى الغيرة بعد أن سمع ما يتردد في القصر قالوا أخوه هو وريث العرش من بعد فرعون وتساءل موسى لماذا أخوه وريث العرش وهو أحق بالعرش منه؟ إنه ابنه الأكبر ويجب أن يؤول العرش إليه ولعبت الأفكار بعقل موسى وبات يسأل كل من في القصر عدا فرعون وآسيا وبات الكل يتهرب من قول الحقيقة إلى أن قرر موسى سؤال فرعون وآسيا نعم هو وريث العرش لأنه جزء مني أتوسل إليك يا مولاي أن تسكت ابني لأنه سليل الآلهة وسيكون إلها عندما يحكم العبيد وأقلده العرش مولاي ابني الذي لم يفرض علي كابن والذي أرفضه منذ لقياه أصمت كفاك كلاما موسى هناك حقيقة كنا نخبئها عليك نعم هناك حقيقة اذهب إلى كبير الكهان وسيخبرك بالحقيقة أنا لا أستطيع أن أخبرك بها ولا أنا كذلك وذهب موسى إلى الكاهن وأخبره الكاهن بكل شيء بكل شيء وهذه هي القماشة التي كنت ملفوفا بها عندما التقطتك الوصيفات من على ساحل النهر وهذا هو الصندوق الذي كنت نائما فيه سابحا في النهر إننا نرجح أن تكون ابنا لأحد عبيد بني إسرائيل فقد كان في هذا العام يذبح الفرعون أطفال بني إسرائيل من الذكور ونظن أن والديك قد نجياك بهذه الطريقة من يد الفرعون ترجمة نانسي قنقر موسى موسى ماذا بك؟ ما الذي أحزنك وأنزل دموعك؟ تعال ادخل لا أحتمل أن أرى الدموع في عينيك عمران استيقظ لقد جاء موسى موسى؟ إن موسى حزين يا عمران حزين لماذا الحزن؟ وحكى موسى كل شيء ليكابد وعمران إنما قاله الكاهن صحيح نعم أنت ابن من أبناء عبيد بني إسرائيل نحن والدك يا موسى لقد أمرني الله أن ألقيك في اليم لقد حرم الله عليك كل المراضع كنا نخاف عليك من الذبح أراد فرعون وأراد الله وتمت مشيئة الله وأعادك الله إلينا بعد أن حرم عليك المراضع إلا مرضع أمك أرادك الله أن تحيا حياة غير حياة بني إسرائيل حياة الذل والعبودية كبرت وترعرعت في القصر واشتد عودك؟ أراد الله إنقاذ بني إسرائيل من يد فرعون فرعون الذي يظن نفسه إلها وهو بشر لا حول له ولا قوة فرعون الكافر الذي يسجد للتماثيل ويقدم القرابين لآلهته إن الله واحد لا شريك لا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائنا وآبائك كنت كلما سمعت العبيد يمتدحونك أشكر الله على هذه المحبة وأنا كنت أسجد لله شكرا على أنك لم تكن تحب أن تذهب إلى الأصنام والأوثان في المعابد وتسجد لها إن السجود لله لا شريك لا لقد أعادك الله إلينا يا موسى وعلم فرعون أنك قد علمت كل شيء لن يستطيع فرعون أن يفعل شيئا بعد ذلك لك إنها مريم أختك الكبرى وبجوارها هارون أخوك ماذا قلت يا أمي؟ قلت أختك؟ لقد علم موسى كل شيء أهذا صحيح؟ وهل علم أنني ساهمت في الموضوع؟ نعم علم وكان ينتظر لقياك أنت وهارون يا لأ أخي الحبيب يا لأ أخي الحبيب ترجمة نانسي قنقر هل سمعتم ما سمعت به من أمر موسى؟ ماذا سمعته؟ يقولون إن موسى لم يكن ابناً لفرعون وقد عاد إلى أبويه الحقيقيين ماذا؟ ومن إذن أبواه؟ عمران ويكابد إذن فهو من بني إسرائيل وليس مصرياً نعم وكأنه كان يشعر بهذا دون أن يعلم لطالما مد يد العون لنا وواقف بجانب الضعيف وأطعم الجائع منا نعم إن مثل هذا الشاب التقي الطيب لا يصح أن يكون ابناً لفرعون ذلك الطاغية الجبار كفا كن ثرثرةً لأيتها النسوة وعمل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا عاد موسى للمرة الثانية لحدن كابد والدته الحقيقية وعرف عبيد بني إسرائيل الحكاية وباتوا يتهامسون بها فيما بينهم ماذا؟ ابن عمران ويوكابد؟ كان قلب الأم لدي يحدثني أنها أمه لم يكن يصدر من مرضع كل هذا الحنان والحب الذي كانت تشمله به لقد رأيت هذا في عيني يوكابد كانت تدريه بقدر ما تستطيع ولكنه كان يأبى أن يزجن في عينيها يا لحظك الحسن يا موسى ويا لفخرك يا يوكابد أنت وعمران باركتك الآلهة يا يوكابد أنت وابنك موسى شكرا لك لقد اشتد أزرنا بموسى بعد أن علمنا أنه أحد أبناء بني إسرائيل كنا نحبه وهو ابنا لفرعون وأصبحنا نحبه أكثر بعد أن علمنا الحقيقة وعرفنا أنه ابنك وابن عمران لقد ساعدني اليوم في عجن الطمي وقام بصبه في القوالب بدلا مني بعد أن رأاني متعبة لا أقدر على العمل بارك الله لك في موسى أشكر كنا جميعا فلتسمحنا لي بالذهب انظري إلى عبدك الشجاع الذي يعمل بجد وسط العبيد زملائه موسى لم يكن عبدا لي لقد أحببته كأولادي وأكثر أحببتي عبدا ابن عبد أعلمت من هما أبواه الحقيقيان نعم أعلمت عمران ويوكا كان يشعر بداخله أنه عبد وكان يسعد بالسير وسط العبيد من أهله وعشيرته لقد كان دائما ابن بارا بي نعم ابن بار لا يعرف طريقا للمعبد أبدا لم يصل فيه للآليات أبدا بار مثلك تماما لو كان ابنا لي لمنعه قانون التجنيد أن يحمل الصخور على ظهره ويعمل بالسخرة وحمدا للآلهة أنه لم يكن مصريا لقد عادت له عبوديته فهنيئا له بها هيا هيا يا موسى حتى نصلي لله جميعا هيا يا موسى يجب أن تتعلم الصلاة من أبيك عمران الصلاة التي كان يصليها كل آبائنا من رسل الله من قبل سنقص عليك من أنباء الرسل وسأشرح لك دين الله الحق ما قد كان أبوك منذ صغرك يجهزك لمثل هذا اليوم كان يجب أن تفهم دين الله الحق وها قد آل الأوان لأن تفهمه وقرأ عمران لموسى من المخطوطات التي ورثها عن آبائه وكان موسى يستمع جيدا ويدخل في قلبه ما كان أبوه يقرأه له وتقرب موسى من دين الله أكثر وأصبح يقضي وقت فراغه في القراءة إنه لا يشعر بنا إنه منهمك في قراءة دين الله فلنتركه مع دين الله بارك الله فيك يا موسى بارك الله فيك لن أتركك حتى توفي ما عليك من دين لي لقد لا وعتني كثيرا وأعطيتني موعيد شاتة ولم تدفع الدين لقد أعطيتك الدينار ولكنك عبد خارف لا تتذكر شيئا متى أعطيته لي؟ عندما لا أتذكر ولكنني أعطيته لك إنك كاذب ولن أتركك حتى تدفع ما عليك وأنا لن أدفع الدين مرتين لن تدفع؟ لا لن أدفع إذن تعال معي لنحكم موسى في الأمر إنه عبد صالح ويرجع الحقوق إلى أصحابها ويرد الظلم هيا إلى موسى أدركني يا موسى أدركني أخرج إلي كي ترد لي حقي أخرج لنا يا موسى كي تنقذني من هذا العبد الذي يريد أن يسرق مالي وأنهى موسى المتجرة بسلام بعد أن سمع الحكاية وأعاد لكل واحد حقه ودفع المدين دينه بعد أن حضره موسى وأغلظ عليه القول من عقاب من لا يوفي دينه أعانتك الآلهة على نصرة المظلوم يا موسى اغفر لي خطيئتي يا صديقي لا عليك يا أخي بعدما قاله موسى لي من عقاب الآخرة مع من لا يوفي دينه فلن أتهرب من دفع ديني أبدا وأنا كذلك إن موسى يقترب مننا يا مولاتي موسى أين هو؟ ها هو إذن اترقونا بمفردنا موسى حبيبي كيف حالك لقد علمت أن يوكابد وعمران هما أبواك الحقيقيان وكم سعدت بهذا؟ لأن العبيد يقولون إنهم عبدان صالحان إنني أعلم أنك قد جئت لتراني وأنا سعيدة جدا برؤيتك إذا أردت أن تراني في أي وقت تعال فأبواب القصر مفتوحة لك ولن يوقفك أحد أبدا تعال يا بني تعال في أحضاني فقد اشتقت إليك كثيرا لقد طعب الزراعاي من كثرة الضرب على هذه الصخرة التي لا تريد أن تنكسر أوه يا للآلهة إنها صخرة صلبة جدا ماذا سنفعل كي نكسرها؟ ها هو موسى فلننادي عليه ليكسرها هو نعم نعم موسى من يقدر على كسرها إنه عبد القوي ويساعد الجميع يا موسى يا موسى أدركنا يا موسى أدركنا يا موسى يا موسى إن هذه الصخرة لا تريد أن تنكسر لقد أضعنا نصف اليوم في محاولة كسرها ولكنها لا تنكسر فلتمسك بالفأس يا موسى ولتضق عليها وتكسرها بدلا منه إنك عبد قوي إن من يملك هذه القوة في ذراعيه لا يمكن أن يكون بشرا عاديا أبدا قل لي يا موسى ماذا تأكل كي نأكل مثلك من أين أتيت بكل هذه القوة؟ موسى أمازلت مستيقظا يا ولدي وتقرأ هون عليك يا بني قليلا إن لديك عملا في الصباح هيا يا بني نمي الآن وليبارك الله لك فيما قرأت اشتركوا في القناة 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرت سنوات كثيرة سنة وراء سنة ويبلغ موسى مبلغ الرجال وكان كل يوم يمر يعلو شأن موسى لدى قومه وكان كعادته رؤوفا ورحيما ويساعد قومه ويشد من أزرهم وكان قومه دائما يشكون إليه مواجعهم وضعفهم أليس لنا خلاص يا موسى من بطش فرعون؟ ألا نستطيع أن نخرج من مصر؟ كيف نخرج من مصر يا موسى؟ وقد شدد فرعون الخناق علينا إننا نهلك يا موسى إن بني إسرائيل يهلكون الواحد وراء الآخر من أعمال السخرة التي يفرضها علينا فرعون ألم يحنل الوقت بعد كي نستريح من ظلم فرعون؟ إننا نريد الخروج من مصر افعل شيئا يا موسى وكان موسى يشد من أزرهم ويطلب منهم الصبر على البلاء لأن آخر الصبر هو الفرج وإن مع العسر يسراه موسى 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 شكرا كل عام وأنت بخير يا مولاي لقد حان وقت الاحتفال السنوي بعيد تجلي مين إله الخصوبة كل عام وأنت بخير إذن فلنذهب غدا إلى معبد الإله مين ونحتفل بالعيد في حضرته ترجمة نانسي قنقر إنهم عبيد الخرفون يشترون نبات الخص كي يحتفلوا غدا بالإله مين فهم يعرفون جيدا أن الإله مين يحب نبات الخص إنها شعائر وثنية تغضب الله متى يؤمن هؤلاء العبيد بالله؟ إنهم يشكون لموسى من كفر فرعون وهم يساعدونه على ذلك موسى يا له من مسكين إنهم يضقلونه بمطالبهم الكثيرة التي لا تنتهي فليقوه الله عليهم إنهم عبيد متعبون ألن تحضري معنا لإحتفال هذا العام كذلك؟ فرعون عزيزي أنت تعلم أنني متعبة منذ البارح نعم متعبة كل عام قبل موعد الاحتفال بالإله مين تتعبين وهل لي دخل بهذا؟ سأبعث لك بكبير الكهان كي يعطيك دواء كي تشفي إن الكاهن لن يستطيع أن يفعل شيئا معي كما تشاءين الحمد لله وكان تمثال مين يحمله الكهنة على أعمدة وكل منهم يرتدي جلبابا طويلا مزدانا بأسماء الملك وتتبعهم مجموعة أخرى من الكهنة يحملون لفائف نبات الخص وكان يقاد ثور أبيض في الموكب بينما تماثيل الملك ورموز وعلامات الآلهة ترفع على ساريات وعندما يعتلل الملك العرش فإن سنبلة قمح كانت تقطع للإله وتنطلق أربعة طيور ترمز إلى أولاد حورس الأربعة تنطلق إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاملة معها الخصب والنماء أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري أدركني فوكزه موسى فقضى عليه فبهت موسى لهذا الأمر وحزن حزنا شديدا فقد كان يريد فضل اشتباك وليس قتل المصري لقد قتلته يا موسى من أجلي لقد استحق جزاءه وقال موسى لنفسه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له ثم رفع موسى رأسه إلى السماء وقال قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وأقسم على هذا لقد اندهش موسى لما حدث أشد الاندهاش فقد كان هدفه تخليص الإسرائيلي من قبضة المصري ليس إلا وبعد هذا الحادث أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب الأخبار وبات يسأل نفسه هل اكتشفت الحادثة وهل عرفوا أنه هو من قتل المصري؟ ماذا؟ وجدتم مصريا مقتولا؟ ومن الذي قتلها؟ لا نعلم حتى الآن وإنني أظن أن من قتله من عبيد بني إسرائيل وقد قتله ونحن نحتفل بالإله مين فلم يرى أحد الحادثة يجب أن تعرف من الذي قتله وتقتص منه أشد القصاص حتى يكون عبرة لمن يفكر أن يقتل مصريا لن يهدأ لي بال حتى أعرف من قتله نفرعون فقط هو من يأمر بالقتل ومن يعطي الحياة وبات موسى ليلته حزينا ولم يغمض له جفن أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري وأسرع موسى كي ينقذ الإسرائيلي ولكنه تذكر قسامه أمام الله إنه لن يكون ظاهيرا للمجرمين وتوقف وفكر وقال لنفسه لما لا يكون هذا الإسرائيلي هو المعتدي إنه كثير المشاجرة مع المصريين وقال موسى للإسرائيلي بضيق قال له موسى إنك لغوي مبين تريد أن تقتلني يا موسى كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا وما تريد أن تكون من المصلحين هل أنت من قتل المصري البارحة يا موسى إذن فموسى هو الذي قتل المصري هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولي اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شهد الحادثة وإن كان هذا الأمر حقا فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري إن موسى يا مولاي رجل صالح ولا يقدر أن يفعل مثل هذه الفعلة سنعلم كل شيء حين يأتي هيا يا رئيس الشرطة أسرع بإحضار موسى والعبد الذي شهد الحادثة لقد حانت اللحظة لكي أتخلص منك نهائيا يا موسى هل رأى أحد منكم موسى؟ لقد رأيته عند السوق منذ قليل هيا بنا إلى السوق إنهم يقولون إن موسى هو من قتل المصري البارحة وقد أمر فرعون بإحضاره إذن لن يفلت موسى من يد فرعون موسى، موسى، انتظر، انتظر أهرب، أهرب يا موسى، أهرب إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك أهرب، إني لك من الناصحين لقد عرف فرعون كل شيء وبعث رئيس الشرطة وجنوده لإحضارك إني لك من الناصحين وخرج موسى من المدينة خائفاً يترقب ودعا ربه قائلاً فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين أنتما المسؤولان أمامي عن إحضار موسى لم نجده في السوق أو في بيته أو في أي مكان فاتشوا بيوت العبيد بيتاً بيتاً ستجدون أحدهم يخبئه عنده إن موسى قد ارتكب جريمة ويجب أن ينال عقابه عليها لا تقلق يا مولاي قبل مغيب الشمس ستجده راكعاً تحت قدميك أين موسى؟ أين خبأتموه؟ لا نعلم من أمره شيئاً اقلبوا بيوتهم رأساً على عقب ومن تجدونه يخبئ موسى سيقتل معه وظل موسى يسير في الصحراء أياماً وليالي كثيرة دون أن يأخذ معه ما يسد جوعه أو يبل ريقه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وظل موسى يسير في الصحراء أياماً وليالي كثيرة دون أن يأخذ معه ما يسد جوعه أو يبل ريقه فر هارباً خوفاً من فرعون وبطشه هو وجنوده وصار في الصحراء كثيراً وكان ينوي أن يتجه إلى مدين التي تخرج عن سيطرة فرعون صار على قدميه حتى تورمتاً ونزفتاً ونزفتاً الدماء وقد كان الطريق إلى مدين وعراً جداً وكان يشرب من الآبار التي يجدها في طريقه وكان يأكل من أوراق الشجر وبعد ثمانية أيام وصل إلى مدين موطن النبي شعيب والتي كان قد سكناها أبناء مدين وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام من قبله وكان أهلها أهل تجارة ورفاهية وغنى وكانوا جشعين ودائماً يطلبون المزيد وكانوا يبخسون الناس أشياءهم وكانوا ينقصون في الميزان ويسرقون في الأوزان وأرسل الله إليهم شعيباً ليبصرهم بالعاقبة ولكنهم لم يسمعوا له وهزأوا به وصدوا عنه بعد أن استصغروا أمره وهددوه وأذوه فأهلكهم الله ونجى شعيب ومن آمن معه فتناسلوا ثم عمروا الأرض من جديد وصار إلى الفتاتين التي كانت ابنتين لرجل صالح من قوم مدين واسمه شعيب فسألهما موسى ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنى شيخ كبير وبعد أن رفع الصخرة بمفرده والتي لا يقدر على حملها عشرات رجال سقى لهما أغنامهما ثم ذهب إلى الشجرة يستظل بظلها وسمعته إحداهما وهو يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير شكرا لك أيها العبد القوي الطيب إنك تتعجب من أننا جئنا اليوم مبكرا على غير عادتنا يا أبتاه لقد رزقنا الله اليوم بشاب قوي مفتول العضلات سقى لنا أغنامنا يظهر من ملابسه أنه ليس من أهل مدين لقد كان يرتدي ملابس المصريين لقد كان متعبا وكان يظهر عليه التعب الشديد ويظهر أنه قد أتى عن طريق سفر ولكنه رفع الصخرة التي تسد البئر بمفرده لقد سمعته وهو يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهنا قال شعيب لابنتيه بعد أن شعر أنه عبد طيب وخلوق فلتذهب إحداكما فتدعوه لنزيه أجر ما سقى لنا الأغنام إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وصار موسى وراءها ولكنه توقف وقال لها بعد أن وقعت عينه على ساقها وتلاعبت الرياح بثوبها وكشفت عنهما سأتقدمك في السير فإن أخطأت في الطريق فنبهيني لذلك إنه عبد طقي كنت أسير أمامه كي أدله على بيتنا فكشفت الرياح عن ساقي فطلب مني أن أسير وراءه وصار هو أمامي حتى لا يرى ساقي مرة أخرى أكاد أجزم أن أبان شعيبا قد أحبه يا سفراء وبعد أن رحب شعيب بموسى وأطعمه وأكرمه سأله من أنت ومن أين أتيت وبعد أن قص عليه موسى القصة كاملة قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فسألها كيف عرفت أنه قوي أمين فقصت عليه قصة الصخرة التي رفعها بمفرده وقصة الرياح التي أظهرت ساقيها ووجد طلب ابنته صفوراء قبولا عنده فقال لموسى يعرض عليه العمل معه يا بني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج طرعى لي فيهم غنمي وماشيتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وقبل موسى عرض الشيخ وقال له قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا لحظي بموسى إنه عطوف ودود يحب كل الناس منذ أن جاء إلى مدين وقد أراحنا وأراح والدنا من عناء العمل أتمنى من الله أن يرزقني بولد مثل موسى في شكله وطبعه وأخلاقه وقوته موسى موسى إنه صافراء تلد إنه فتى ماذا ستسميه يا موسى؟ وأطلق موسى على أول أبنائه اسم جرشوم لأنه أي موسى كان نزيلاً غريباً على أهل مدين وجرشوم باللغة العبرية معناه غريب وحبلت صفوراء مرة أخرى بعد عدة سنوات وأنجبت الولد الثاني لموسى وسماه موسى ألي عازر وكان موسى أجلس كثيراً مع شعيب وأتحدثان في دين الله الحق اشتركوا في القناة هل تريد كوباً آخر يا جرشوم؟ شكراً يا خالتي ولكن أعطيني كوباً آخر كي أعطيه لأخي العازر وبعد أن أتم موسى العشر سنوات في مساعدة شعيب اشتاق لأهله وطلب من شعيب أن يسير بزوجاته وابنيه إلى مصر متخفياً كي يعرف أحوال أهله وعشرته فأذن له شعيب وأعطاه من المال ما يكفيه للصفر ولما كان الشتاء شد موسى الرحال هو وزوجته وابناه وتوجهوا إلى مصر مصر التي اشتاق إليها موسى كثيراً ووصل موسى إلى صحراء مصر هو وأهله وحاول موسى أن يشعل الأعشاب كي يتدفأ هو وأهله ولكن بسبب قوة الرياح لم تشتاعل الأعشاب وفجأة نظر موسى بعيداً ورأى موسى ناراً عظيمة تأتي من جانب جبل الطور فقال لأهله بسعادة قال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أين هذه النار يا أماه إنني لا أرى أي نار قريبة ولا أنا ووصل موسى إلى مكان النار فوجدها تخرج من شجرة ذات أوراق خضراء كانت الشجرة في جبل غربي عن يمينه وتعجب موسى من الأمر بعد أن سكنت الرياح في الوادي وادي طوى على جبل الطور في سيناء ووضع موسى يديه على عينيه من شدة النور وتساءل أهي نار أم نور وشعر موسى بالخوف وقرر الهروب سريعاً ولكنه توقف فجأة وفجأة ارتج الوادي واهتزت الأرض من تحت قدميه وسمع موسى صوت الله عز وجل يأتي له من كل اتجاه وهو يقول له يا موسى فرد وهو يرتعش من الخوف وينظر في كل اتجاه وقال من؟ فقال له الله عز وجل إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى ترجمة نانسي قنقر على رسول الله وعندما سمع موسى صوت الله عز وجل يقول له بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم زاد انتفاط جسده وازداد خوفا وخشع بعد أن عرف أن الله هو من يتكلم معه وخالعن عليه وأكمل الله عز وجل قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى صدق الله العظيم وعندما رأى موسى الحية تسعى حوله وبين قدميه خاف واستضار وولى مدبرة ولكن الله عز وجل ناداه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ومد موسى يده إلى الحية فتحولت إلى عصا مرة أخرى وقال الله عز وجل مكملا له بسم الله الرحمن الرحيم وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ووضع موسى يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء ووضع يده على قلبه فاطمأن وسكت وأصدر الله أمره لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال موسى رب إني قتلت نفسا من آل فرعون وأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي وأجاب الله عز وجل دعوته وقال له سنشد عضو ذاك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ودعى موسى ربه مرة أخرى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري تقبل الله دعاء موسى وجعل هارون وزيرا له وسرد الله له حكايته منذ ولادته إلى أن قال له واصطنعتك لنفسي وكان موسى يسير مع أهله وهو شارد الذهن يفكر فيما حدث ماذا سيفعل مع فرعون؟ إن الله أمره أن يدعو فرعون إلى دين الله برفق ولي وأن يطلب منه أن يعتق بني إسرائيل من العبودية والمذلة التي يعاملهم بها ترجمة نانسي قنقر موسى موسى ولدي إذن فقد جاءتك الرسالة والنبوة كنت أعلم تمهما أنك النبي الذي سيبعثه الله لفرعون كي يخلصنا منه وقد استجاب الله دعائك وجعل لك أخاك هارون وزيرا لك ليشتد به عضدك إذن فقد جعل الله هارون نبيا معك يا لسعادتي أنتما لسنان أصبحتما نبيين ولكن ولدي ماذا عن النفس التي قتلتها؟ إن الله أخبره أنه سيكون معهما ولن تصل أيدي فرعون وجنوده إلى موسى أو هارون أبدا الله أكبر إن القوة لله جميعا فلتتوكل على الله ولتذهب لفرعون في الصباح كي تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى موسى 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 مرحبا بعودتك يا موسى أليس هذا موسى هو بعين يا موسى أهلا بك يا موسى مرحب يا موسى مرحب يا موسى سعال يا موسى مرحى يا موسى ماذا تريدوني أن أطلق صراحة عبيد بني إسرائيل إنهم عبيدي وقد ورثتهم مع ملك مصر أتقول إنهم عباد ربك وما رب العالمين يا موسى ورد موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ألا تسمعون؟ وأكمل موسى دون أن يلتفت لسخرية فرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ويكمل موسى رب المشارق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أبعد أن هربت كل هذه السنين تأتي إلينا بمثل هذا الطلب الغريب؟ ألست موسى الطفل الرضيع الذي التقطناه من النيل والذي لم يكن له حول ولا قوة وأنا من ربيتك في هذا القصر وصرت رجلا بعد أن أطعمتك مما أطعم منه ونمت على فراش الآلهة وأحسنت إليك أشد الإحسان وقال موسى ردا على فرعون أتقول إنك أنعمت عليه وربيتني في القصر بعد أن جعلت أهلي وعشيرتي عبيدا عندك تسخرهم وتستعملهم لأغراضك الدنيوية ألست موسى الكافر الذي قتل المصري والذي هرب بعد فعلته؟ ويرد موسى على فرعون قائلا فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أتريدنا أن نؤمن بربك؟ فما بال القرون الأولى التي لم تؤمن به؟ ويرد موسى على فرعون قائلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لإن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين يا موسى وقال موسى له أولو جئتك بشيء مبين؟ ما هو هذا الشيء المبين يا نبي الله؟ أرنا إياه إن كنت من الصادقين؟ أبعدوا هذه الحية عني ما هذا الذي فعله موسى؟ اذهب الآن يا موسى مولاي أصمت أخرج أنت كذلك وليخرج كل من في القاعة لا أريد أن أرى أحدا ورمى موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير هائل الحج ظل يزحف في القاعة حتى وقف أمام فرعون وجها لوجه وامتقع وجه فرعون وصرق في حاشيته خوفا لماذا لم يبتلعه الضعبان حتى نستريح منه؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء بياضا شديدا تغانوره على كل أنوار قصر فرعون ها؟ وهل رأيت كل هذا بعينيك؟ نعم رأيته لقد دخلت مع موسى إلى القصر أنا وشيمون وعزرة وبعض العبيد ورأينا كل هذا وماذا قال فرعون بعد أن رأى هذه العلامات؟ امتقع واجهه وأصبح أصفر جدا وذهبت منه الدماء ولكنه أصر على كفره لن يتركنا فرعون ويعتقنا من العبودية إن إله موسى قد أرسله إلى فرعون بالرسالة ويجب أن ينفذها فرعون حتى لا يغضب إله موسى أيها الساقي فلتحضر لنا مزيدا من الخمر اسمطوا بحق الآلهة عن سرد هذه الحكاية لقد أمر فرعون أن لا يتحدث بها أحد لا عليك يا صديقي إن مصر كلها تتحدث بها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن موسى يكذب نعم يكذب يا مولاي لا يوجد إله في السماء ليس لنا إله غيرك يا فرعون وهل من الممكن أن يكون هناك إله في السماء كما يزعم موسى كيف والسماء بلا عمد وكيف يكون إله موسى في السماء وأين مكانه فيها إذن فابني لي صرحا حتى أصعد عليه وأظهر الحقيقة لموسى وللعبيد أنت تأمر ونحن ننفذ يا فرعون ولكن لما التعب والعمل في صرح لن يكون من ورائه فائدة لا يوجد أحد في السماء إن موسى قد فقد عقله إن موسى ساحر ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره نعم لقد سحر أعيوننا بما فعل لقد رأيت هذه الفعلة من السحرة سابقا إذن ماذا نفعل مع هذا الساحر؟ نرجه هو وأخاه ونبعث في طلب السحرة في كل أرجاء المملكة نعم نرسل في طلب السحرة ولتأتوني بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحرة ويحزموه ويفضحوه أمام كل عبيدي إنهضوا أيها السحرة هل علمتم من أمر موسى؟ لقد رمى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم كبير لم أرى في حياتي مثل ضخامته ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ناصعة البيض وما كاد يخرجها حتى انغمرت الغرفة بالنور الشديد إنها أفعال سحرة يا مولاي أتفعلون هذا؟ وأكثر إذن ففعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم أجر من فرعون ربكم لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين سنغلبه بعزة فرعون لقد انكشف سحرك يا موسى وأرسلت الجنود لطلب كل السحرة في مصر حتى يأتوك ويبطلوا سحرك الذي سحرتنا به لتخرجنا من أرضنا ولكن إن أردت أن تتراجع حتى لا ينكشف سرك فأنا موافق ولكن يجب أن تعترف أمام العبيد جميعا أنك ساحر ولم يوافق موسى على التراجع ووافق على أن يقف أمام الصحرة جميعا ويتحداهم بإيمانه إذن فلا تريد أن تتراجع أنت حر هناك مناسبة قريبة إن يوم الزينة سيجيء بعد عدة أيام وسأجعلك تقف أمام الصحرة وتظهر آياتك التي تؤمن بها وإن انكشف سحرك أمام الجميع سيكون مصيرك القتل سوف يكون اللقاء على مرأة ومسمع كل ناس ووافق موسى وطلب أن يكون اللقاء ضحن في عز النهار وحدد فرعون يوم عيد الربيع المعروف بعيد شم النسيم لدى الفراعنة واجتمع الخلق الكثير من شتى أمحاء مصر في ساحة أحد المعابد الكبرى ليشاهد العجب العجاب سيغلبه موسى بعزة الله وسيحررنا من بطش فرعون وملائه بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وقال لهم موسى بضيق ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن الملقين فقال لهم موسى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لقد دخل علينا بسحره وها أنا أريه السحر جميعا وصحر السحرة عيون الناس جميعا بسحرهم الخادع للبصر واسترهبوهم ووقع موسى معهم في السحر وخاف وارتجف قلبه من المشهد ولكنه سمع صوت الله عز وجل يطمئنه ويقول له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى واطمأن قلب موسى وعادت له قوته وألقى عصى ما هذا الذي فعله موسى لقد التقف ثعبانه كل الثعابين إنه ليس بساحر إنه رسول من عند الله إنها معجزة من الله إن موسى صادق لقد آمنت بالله يا موسى ربك وربنا جميعا أسجدوا لله يا عباد الله أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم افعل ما تريد يا فرعون إننا آمنا بالله ولن نشرك به أبدا أتريد أن تذبحنا يا فرعون لأننا آمنا بربنا ورب موسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اقبضوا عليهم اقبضوا عليهم جئته بالسحارة كي يهزموه فهزماهم جميعا وسجدوا لربه لقد قتلنا هؤلاء السحارة جميعا وقطعنا رؤوسهم وألقينا بعضها وسط بيوت العبيد لقد نالوا عقابهم من يسجد لغير فرعون تقطع رأسه وهل سنتركه دون عقاب؟ سنترك موسى ينظر لقومه ونحن نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم لقد أحللت لكل المصريين رقاب ونساء ونقود بني إسرائيل فلتأمروهم بفعل كل ما يحلو لهم مع العبيد أرقف بنا أرقف بنا يا موسى نحن الضعفاء ضعفاء بموسى أم بدونه؟ فلي أخفر الله لموسى ما فعله بنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد وقف موسى ينظر لهم وهم يعذبون ويقتلون ولم يستطع فعل شيء لهم أكثر من أن يأمرهم بالصبر الذي آخره الجنة جنة ربه كان الأولى بربه أن ينقذهم من يديه لقد فرحوا بقدومه وساروا وراءه وهاهو الآن يفر منهم يا موسى أدركنا يا موسى أدركنا يا موسى لقد قتلوا أولادي يا موسى وتملك موسى الغضب ولكن ماذا عساه أن يفعل؟ أمراهم بالصبر وذكرهم بالسحرة الذين أسلموا وكلمهم عن الجنة التي أعدها الله للصابرين ولكنهم لم يثقوا بكلامه وصاحوا بيأس وضعف لقد أوذينا من قبلك يا موسى ومن بعد ما جئت لنا وما زال أبناؤنا يقتلون بسببك موسى 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 موسى